الأرار واضح مؤسسة دولية إلى علاقة بالمفؤودين بعد العام 2011 هل كان الموقف اللازم يتخذه لبنان هو الموقف المتوقع؟ أنا بتقديري بعوامل داخل اللبناني والعوامل الإقليمية لأنه بالأخير أنت امتناعك كان مثل امتناع معظم الدول العربية بس اتناك الكويت وقطر بعتقد في دولتان عربيتان واحدتان صوتوا معه والباقي الدول العربية طبعا في دول صوتوا ضد مثل سوريا والجزائر وفي سوق دول امتنعت أهم شيء يعني تقريبا موقف لبنان كان منسجم مع موقف المجموعة العربية أغلبية المجموعة العربية بالامتناع والامتناع لا يعني عدم التعاون يعني أنت فيك تكون غير يعني ممتنع عن التصويت بس بكرة إذا انطلب منك قضايا محددة أو أنت عندك مصلحة بالانخراط بقضايا محددة فيك تقول أنه أنا فيه اتعاون بهذا الملف إشكالية مش هون استاذ جورج الإشكالية هي العلاقة بمجمل مقاربتنا كلبنانيين لموضوع العلاقة اللبنانية السورية هذا ملف مؤجل يعني عمليا من 2005 بدك تحطه على السكة الصحيحة للأسف اليوم المناخ الإقليمي بيساعدنا بالذهاب بهذا الاتجاه هايدي لازم تكون المهمة الأولى لرئيس جمهورية المقبل ولا الحكومة اللي جاية أنك تحطه على السكة الصحيحة لا المطلوب منك ترجع إلى زمن ما قبل 2005 يعني الجزمة السورية تحكم البلد وفيه ناس يمكن يكونوا مشتقين لهذه الجزمة وحابين ترجع يعني ولا أنك ترفع جدران عداء بين لبنان وسوريا تصوصا بظل قضايا حيوية مثل موضوع ترسيم الحدود عندك موضوع حدود الشمال يعني البحرية عندك موضوع المزارع وعندك موضوع الحدود الشرقية وعندك موضوع النازحين واللي هو الأهم والأخطر وعندك موضوع الاستيراد والتصدير وعندك حتى موضوع الغاز اللي كمان كان مدوجة يعني ما فيك تشتغل على القطعة مع السوري يعني هذا كنهار رئيس الحكومي بيطرح بمجلس الوزراء موضوع تشكيل وفد فمين حاب يروع على الوفد على سوريا رفعوا لكل إيديهم بمجلس الوزراء إلا الوزير الحلبي هو الوحيد اللي ما رفعش إيده والبقيين كلهم بدون يكونوا بالوفد اللي بدون يروع على الشام طيب شو بدنا من سوريا طلع الوفد ولا ما طلع طلع فلان بالوفد ولا ما طلع تجربتنا بالمقاربة هذا الملف ما بتعطي إذا بدك الانتباع إنه في جدية لبنانية بالتعامل معه قضية المفقودين بالزمنات طلعت شخصية لبنانية لعند البتراكس فير بعد الـ 2001 بزمن الإرنة وتبني موضوع المفقودين والآخرية عم بيكبر موضوع المفقودين اللبنانيين بسوريا نقال له بشكل واضح سيدنا 95% من المفقودين اللبنانيين هم ضحايا بمقابر جماعية إما دفنوا بالبحر أو ما بنعرف وين المسؤول عنهم هي تنظيمات لبنانية بأسماء واضحة إن كان والله القوات اللبنانية ولا الحزب التقدم الاشتراكي ولا حركة أمل فإذا بتالي المفقودين بسوريا هم يمكن لا يتجاوز عددهم الـ 5% مش عم قول ما لازم نطالب فيهم لازم نطالب بكل المفقودين بس أحيانا بتلاقي الأكثر حماسة بالاندفاع لو يروحوا على الخصوم الكامل مع سوريا هم الناس اللي أكثر ناس مدانين بهذا الملف بملف المفقودين علما أنه إذا بترجع لتاريخ الأربعة شو كانت مشكلته سمير جعجع بالأربعة وتسعين مع السوري كانت مشكلته الأساسية إلى علاقة بالسلطة كان يريد أن يكون الزعيم الأول في السلطة معظم اللاعبين السياسيين بلبنان شو كانت مشكلته معه حتى الجنرال عون وجبران باسيل شو مشكلته الأساسية يوم حدا بيطلع على سوريا بيحكي فيهم لموضوع المفقودين إذا طلع الجنرال بيكون ملف أول على جدول أعماله والله منحكي على الترتيبات الليلة علاقة بالسلطة بالدرجة الأولى فيه إشكالية أنا بعتقد المدخل الصحيح لمقاربته إلو علاقة بانتخاب رئيس جمهورية تشكيل حكومة ونطوي كل هاي الصفحة يلي بعتقد أنه صفحة لا طاليق لا بلبنان ولا بسوريا من 2005 برأيك هلأ شو فيه توجه من تجاه الحكومة لهالملف هيدا يعني كان من خلال وزارة فيه أرار أخذوا مجلس الوزارة بتشكيل وفد صار فيه تشاور بين بيروت وبين عمان أن يكون جهد الوفد الوزاري اللي بديو طلع على سوريا وتقرر ميم بد يكون ضمن الوفد بد يصير فيه تنسيق مع الأردنيين حتى يكون جهد الحكومة اللبنانية فيه موضوع النازحين متناغم إلى حد كبير مع الجهد اللي عم تعملوا اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اللي اجتمعت بي وعلى صعيد الأمم المتحدة هل سيكون فيه تحرك لوزير الخارجية على صعيد الأمم المتحدة على صعيد الأمم المتحدة هلأ هذا إذا بدك منحكي عنه وهو يعني نرجع من امرق له موضوع الخيمة بس هو ما له علاقة بموضوع التمديد لليونيفل نعم تاخد أرار بالحكومة أنه كمان أن يتوجه وزير الخارجية إلى نيويورك الشهر اللي جاي وأنه يكون هو عم يتابع شخصيا ملف التمديد لليونيفل ربطا بهذا الأمر طالما نحكي البلوك كله سوا بالنسبة لموضوع الجنوب واليونيفل والخيمة إلى أي مدى هذا الملف قابل للتطور أو للتدحرج أكثر أو لخلق إشكال معين لك بسرعة حتى نستفيد من الوقت لأنه بعثي عننا موضوع صندوق النقد هي قبل شهر تقريبا وعيوا الإسرائيليين بليلة وعيوا الصبح لقوا في خيمتين منصوبين بمنطقة بركة بعثائيل يلي هي منطقة واقعة بين رويسات السماءة ورويسات العالم بمنطقة مزارع شبعة وهي هاي المنطقة تاريخيا منطقة ملتبسة يعني هي جنوب الخط الأزرق بس مش ضمن الخط الأزرق يعني وقت لعملنا ترسيم للخط الأزرق مش عمل الترسيم هي خارج الألف وسبعمائة واحد هي مش ضمن نطاق عمل يونيفيل هي مش يعني أقرب لتكون ضمن عمل الإندوف يلي منطقة الجولان وبالتالي فيها كمية التباسات الإسرائيليين بإحدى العمليات اللي صارت بالتسعة واثمينين وبعتقد بعتقد يمكن تكون آخر العمليات اللي عملها الحزب الشيوعي وسقط لإله شهيد اسمه محمود الحجيرة عمله خط شائك بمنطقة بركة بعثائيل بعدين بعد الألفان صار فيه شيء اسمه خط الانسحاب الخيمن عملت بها المنطقة واللي هي منطقة ثغرة كتير كبيرة من خلالها أنت بتطل على طريق معبدة هاي الطريق المعبدة بتاخدك على مثلث بين الجليل والجولان والمزارع على ثلاث محلات وهي بمنطقة استراتيجيا مطلة وكاشفة الإسرائيلي وقت لي صارت القصة بعت رسالة سريعة عبر اليونفل تاني يوم الصباح أنه بدي يكن شيلوها لا بعت أول مرة مع اليونفل بدي أنزل شيلة للخيمة ما حدا علق لبنانيا ولا قال شيء ما نزل شيلة بعدين رجع قال أنا بدي مرر دوري حولها تأعرف شو فيها بقلبها للخيمة وهنا كانوا عم بتجولوا فيها مدنيين ما حدا عمل له تعليق بس ما عمل هاي الخطوة بعدين طلب الإسرائيلي أنه أنا بدي بأوقات معينة سير دوريات هونيكي ما حدا علق كبر الإسرائيلي على مدى شهر قصة الخيمة إلى درجة أنه صارت قصة الخيمة بتساوي هاي بتجيش الإسرائيلي عنده هواجس أكيد عنده هواجس الإسرائيلي بس ما تنسى أنت يعني المنطقة فوق يعني المنطقة الناس اللي بيعرفوها بالمعنى يعني هاي دي بيتصرفوا الناس بمنطقة بركة بعثقيل وروايسات وهاي دي كلها طبعا ضمن تلالك فرشوها بيتصرفوا على الأساس هاي منطقة لقلهم مثل هاي دا المزارع اسماعيل ناصر ما هيك هاي دا اللي طلع وقف بوجه الدوري الإسرائيلي هلا هاي دا الملف عم بيكبر كتير عم بيصير في مراسلات بين لبنان والأمم المتحدة الإسرائيليين عم بيضغطوا عن طريق اليونف لمحاولة إزالة الخيمة الجملة اللي قاله إذا مش قادر تعمل حرب سكوت والضبضب هاي المبارح اللي قاله إياها رئيسة كتلة الوفاء للمقاوم النائب محمد رعد بتصور بتصور أنه هذا المسار مفتوح الإسرائيلي صارت قصة الخيمة قصة هيبة طويلة عريضة لأله المقاومة عم تعاطى معها بهدوء بس هل مفتوح على على تطور أكثر اشتباك يعني ولا مفتوح على شد حبال أو شيء الإسرائيلي عم بيكبرها كتير جورس يعني المشكلة إنه الإسرائيلي عم بيكبرها كتير مقابل محاولة إذا بدك تعامل بارد جدا 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 من حزب الله والأهالي بالمنطقة فوق